السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي هنشرح موقع smmfansfaster لخدمات السوشيال ميديا اول ما نفتح الموقع اجلنا الصفحة دي هنعمل هي نحن نسجل طبعا في الموقع نعمل sign up هندخل على الصفحة دي اول حاجة username هنكتب ال username طبعا نعمل ال username باستورك الخطوات دلوقتي موبلاك 75 اسمك هتكتب ال username اسم الوالد علي اميل بتاعك هتدخل الاميل بتاعك الاميل عندك جيميل او ياهو بتدخله بتحطه دلوقتي في ال skype فحل تاني لو انت عندك skype هتحطه ما عندكش skype بتدخل رقم الموبايل بكود الدولة تمام هنخش بعد كده على ايه الباسورد هتكتب الباسورد بتاعك ويفضل الباسورد يكون من ايه حروف وارقام يعني الاتنين وبعد كده هتعمل تأكيد للباسورد اللي هي confirm password دي هتأكد الباسورد بتاعك وبعد كده هتضغط على ايه يعني انا الاسترابوت في بقى خطوة اخيرة ودي اللي بتخليك تسجل على الموقع I have read and agreed with terms of surface يعني انا انا قرأت ووافقت على الشروط بتاع الخدمات بتاع الموقع تمام واتبعدها هتعمل ايه sign up طبعا انا اعمل يوزر اخش على يوزر هنا بتجيب له هنرجع على الصفحة دي يوزر نيم و باسورد هكتب بس اليوزر نيم و الباسورد وبعدها نكمل تاني دلوقتي انا كتبت اليوزر بتاعي والباسورد موبلاك 75 والباسورد بتاعي هعمل طبعا رامنبر كده علشان مش كل ما جادخل اعود اكتب الباسورد علشان يدخل على طول بعد كده نعمل sign in كده هدخل معي في الموقع تمام جابت لنا الصفحة دي طبعا انت عايز تعرف الموقع بيقدم خدمتي نضغط فيه هنا مربع فيه 3 شرط هنضغط عليه كده هيظهر لنا لليست القيمة دي فيه هنا عندك عشان تعرف الخدمات surface اللي هي الخدمات هتضغط عليها عشان تعرف خدمات الموقع دلوقتي الصفحة بتحمل بتاع الخدمات تمام جاليكم تابعين معي يا شباب دلوقتي هم كتبين مثلا كاتوجري ديان عرض عشان العيد عروض العيد لمدة عشر ايام وحطين الخدمات تمام اللي هي عليها عروض اول حاجة مثلا انت عايز تبحس عن انستجرام وتزود الفولورز بتاعك ومشاهدات على الفيديوهات ولايقات وكل ده دلوقتي هنتابع معنا في الخطوات الجاية ونشرح كل حاجة دلوقتي هنبحث مثلا على كاتوجري بتاع الانستجرام دلوقتي هبتبقى في الزرقه هاورا في الخط اللي ازرع ده ومكتوب زي فيسبوك بوست لايك ديان الفيسبوك طبعا هنشرحها هنخش بس الاول عن انستجرام دلوقتي مثلا ايه نبدأ بسم الله انستجرام لايكس كاتوجري ايه مكتوب ايه انستجرام لايكس اربعة تلاف خمسة وسبعين وكاتب لك في الخدمة ايه انستانت انستجرام لايكس تمام يعني خدمة انستجرام بتبدأ فوري السرعة اليومية ايه كاتب لك سبيت داي يعني خمس تلاف لعشر تلاف في اليوم ناندروب يعني مبتوع مبتوعش يعني مثلا لو حصل وقعت تضغط مثلا خمسين لايكو او متلايكو او بتضغط مثلا لوقت الرفيل ده بتتعمل لها رفيل الوحدة او تضغط على زر الرفيل اللي هي رفيل بوتوم انيبل يعني زر الرفيل مفاعل خلي بالكم ان الرفيل يعني معناها ايه لو حصل ضرب او نقص فيه الكمية اللي انت طلبتها هتعمل ايه هتكلم الدعم وتقول لهم يعملوا لك رفيل او تضغط على زر الرفيل ترمو مكتوب جنبها دي بالنسبة في الانستجرام وفي الرفيل يعني طبعا ومكتوب جنبها طبعا من دروب يعني مبتوع عش انت عايز تعرف سعر الخدمة طبعا هتسحب كده كاتبلك اتنين وخمسين سنت تمام كمية كامل اللي ايه بالاحمر دي انا عشرة واكتر كمية كام مت الف مش معنى للعشرة باثنين وخمسين سنت لا الالف لايك باثنين وخمسين سنت ركزوا معايا في النقطة دي مش العشرة الى باثنين وخمسين لايك الى باثنين وخمسين سنت تمام دي بالنسبة ايه للرفيل خليني بالكم الرفيل لمعنى التعويض التعويض يعني لو حصل ومثلا دروب اللي هو نقص نقص في ايه نقص في اللايكات بتاعتك مثلا خمسين مية تروح تكلم الدعم وده هورركم في الخطوات الجاية نقولهم ايه انا عايز تعويض للخدمة علشان ايه حصل نقص فيها تمام دي بالنسبة ايه لللايكات وهكذا برضو دي عندك مثلا خدمة لايكات 1678 نشوفها دلوقتي عندك انستجرام لايكس تمام انستجرام لايكس اتش كيو عندك الفين لتلات تلاف بير هورر يعني معنى ايه الفين لتلات تلاف لايك في الساعة الواحدة وكمان الخدمة يعني عمل لك عليها اوبشن رائع خالص لايف تايم جرونيتد يعني معنى ايه لو نقص وقع معاك مدة رفل لمدى الحياة يعني لو كل يوم بتنقص كل يوم هتقدر تعمل لها رفل نيجي نشوف السعر السعر طبعا بتاع الخدمة كاتب لك 97 سنت يعني سعر مفيش ارخص من كده طبعا سعر رخص جدا وطبعا زي ما قلنا اللا احمر المينمم اقل كمية 25 وهنا اللا ازرق اقل كمية 25000 طبعا زي ما قلنا برضو 25 اللي هي المينمم مش اللي هي 97 سنت لا الالف لايك اللي ب 97 سنت نركز برضو في النقطة دي دي ان الخدمات اللي هي الرفل في اللايقات اللي كاتب لك جنبها ناندروب لايف تايم اوت رفل تقول لها ايه معناها ايه خدمات تعويض يعني تقدر تعوض الكمية اللي هي وقت تمام نركز في اللقطة دي الرفل معناه انك تقدر تعوض الكمية اللي هي وقت تمام نخش دلوقتي مثلا في خدمة 2875 انستجرام لايك خد بالك انه كتب لك في الخدمة ايه مش كتب لك جنبها ناندروب ولا اوت رفل ولا رفل بوتوم يعني معناها زر رفل مفاعل او انها ما بتقع شي او رفل لايف تايم جيرانيتد يعني معناها رفل مدى الحياة تعويض مدى الحياة خد بالك اللي هو مش كتب لك كده جنبها تمام نيجي نشوف سعرها 32 سنت وهنا اقل كمية 100 واكتر كمية 15 الف نتكلم بقى في نقطة هنا دلوقتي طالما هو مش كتب لك جنبها ناندروب يعني اوتو عاشي اوتو رفل يعني لها رفل رفل بوتوم يعني تضغط على زر رفل يعني معناها تعويض مدى الحياة طالما مش كتب لك التلاتة الدول يعني معناها ايه اللي هي بدور رفل وطالما بدور رفل يعني لو كمية اللي انت طلبتها كلها وقعت ماينفعش تروح تكلم الدعم وتقول لهم اعملوا الرفل تمام لان هو كتب لك وشرح لك في الوصف بتاع الخدمة كتب لك اهو ومش كتب لك جنبها تمام يعني معناها ايه مش ينفع على رفل برضو نشوف خدمة تانية برضو اهي عندك خدمة 2536 انستجرام لايكس برضو مش كتب لك جنبها ناخد بالنا ننضروب رفل مش كتبهم يعني ايه يعني دول مش بتعويد يعني لو حصل ناقصة مش هينفع نعواده تمام نشوف السعر طبعا مكتوب لك ثمانية وتلاتين سنت قال كمية عشرين اكتر كمية عشرين الف وبرضو نقول النقطة دي تاني العشرين مش معناها ان عشرين لايك بثمانية وتلاتين لا الالف لايك بثمانية وتلاتين سنت يعني سعر رخيص جدا 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 دي بالنسبة لللايكات بتاعنا انستجرام نيجي بقى نشوف ايه انا عايز مثلا اكاونت بتاعي زاد على عشر تلاف متابع خمساشر الف عشرين الف الف متابع خمسمية اكمل نحن نتعاوزين هنتكلم بقى في نقطتين بالنسبة للمتابعين في الانستجرام دلوقتي هنجيب الكاتوكري بتاعي الانستجرام اولها هورها لك دلوقتي تمام انستجرام فولوورس عندك مثلا ايه جبنا بقى ايه الانستجرام فولوورس هنتكلم في نقطتين اول نقطة كاتوكري انستجرام فولوورس نوت رفيل نوت جيروناتد يعني معناها بدون تعويض يعني مش هتعمل لها رفيل ان اخد مثلا الخدمة رقم 2895 اللي هي اول خدمة في الكاتوكري انستجرام فولوورس مستجرام فولوورس مستجرام فولوورس مستجرام فولوورس تتواصلوا مع الدعم يعني ايه بس ناخد حاجة خطوة خطوة تمام دلوقتي احنا كنا ايه بنتكلم في النور رفيل دلوقتي ايه انا طلبت مثلا الف امتابع الاكاونت بتاعي والالف امتابع اكتملوا والاكاونت الزاد وكل حاجة والخدمة مكتوب جنبها ايه نور رفيل يعني بدون تعويض فالخدمة فالخدمة نور رفيل دلوقتي الاكاونت بتاعي بعد ما طلبت عليه الكمية وقت نص الكمية كل الكمية جزء بسيط منها ماينفعش انك تروح تكلم الدعم وتقول له زواد الكمية اللي وقت علشان كل المتابعين اللي عندي وقق اللي انا زوادتوها هيقول لك لا انا كتب لك في الخدمة ان هي بدون رفيل وهو كتب لك فعلا ايه نور رفيل يعني بدون تعويض نركز في النقطة دي هنشوف برضو السعر بتاع الخدمة 36 دولار وهنا 20 اللي اقل الكمية 36 سنت اناسف 36 سنت اقل الكمية 20 واكتر كمية 10.000 دي مش معناه 20 فولوارز ب 36 لا الالف متابع 36 سنت ناخد برضو خدمة تانية تمام التوضيح ناخد خدمة ايه خلي بالك هو بيبقى كتب لك في الديسكريبشن هو هوري لك برضو الديسكريبشن دلوقتي 2037 انستجرام فولوارز ماكس 5K يعني 5000 اعلى كمية 5000 وكتب لجنبايا نور رفيل تمام؟ يعني بدون تعويض يعني لو طلبت كمية والوردر اكتمل ووصل لك المتابعين وبعدها المتابعين حصل لهم ضرب يعني حصل لهم نقص او كمية بتاعتهم وقعت ما ينفعش تروح تكلم الدعم تمام؟ هو كتب لك بقى في الشرح بتاع الديسكريبشن هاي كتب لك الشرح 250 ماكس 3000 كتب لك الاسبيت يعني السرعة اليومية بتاع الخدمة يعني السرعة اليومية هنشرح دلوقتي كتب لك اثنين لمية بير هور يعني من اثنين متابع لمية في الساعة الوحدة يعني اوصلك من متابعين لمية متابع في الساعة كتب لك start time يعني معناها وقت البداية وقت البداية كام ساعة صفر الساعة وبقول لك بقى ايه المواصفات اللي هي specification add only full link يعني يضيف بسي اللينك بتاع الاكاونت والتاني حاجة بقى ايه no private accounts يعني خد بالك برضو من النقطة دي مهمة جدا الاكاونت ما يكونش برايفت لازم ان تكون عامل الاكاونت بابلك ثالت حاجة نقطة اكاونت وزاوة افاتار تمام يعني بدون افاتار بعدها هتعمل ايه مكتوب لك no refill يعني بدون تعويض وخلي بالك ان هو كتب لك حاجة maybe drop يعني معناها ان هي هتقع وخد بالك برضو وكتب لك هنا ايه no refill يعني هو بيقول لك انه بدون تعويض يعني لو حصل فيها drop مش هيقدر يرجعلك الكمية دي اول نقطة بالنسبة الانستجرام فولوور واتكلمنا فيها اللي يبدون تعويض نخش بقى ايه على انستجرام generated refill يعني بتعويض ادي كاتوجري ومحدد هالك بالازرق انستجرام followers refill and geronated تمام ناخد مثلا اول خدمة اول خدمة دلوقتي الفين تلتمائة وعشرين تمام انستجرام فولوورز 99 days refill low drop 5 to 10 speed 3 to 10 day اشرح ولك دلوقتي معناها ايه بيقول لك بداية وفورية 99 يوم refill يعني 99 يوم تعويض اخدوا بالكم الحاجة ال refill يعني التعويض انه refill دون تعويض يعني كتب لك جنبها ايه 99 يوم تعويض وقال ولو drop 5 to 10 تمام يعني معناها ايه لس drop يعني هتقع بنسبة خمسة العشرة في المية يعني لو انت طالب مثلا الف متابع يععملهم من خمسين لمية متابع كده يعني دول العشرة في المية او الخمسة في المية هنخش بقى ايه على الزبيت بتاع الخدمة كتب لك الزبيت 3000 ل 10.000 يعني هيوصلك مثلا في اليوم 10.000 في يوم 3000 دي في اليوم نيجي بقى في ال description وكتب لك الوصف بتاع description بتاع الخدمة اللي انت هتطلب من عليه كتب لك ايه بداية وفورية تصل الى 10 دايق السرعة اليومية اللي هي ديل سبيت ديل سبيت خدوا بالكم 3000 ل 10.000 تمام كتب لك طبعا 90 يوم وهنا برضو في الوصف 99 يعني معاك حوالي 99 يعني تلات شهور وفيش برضو شوية خطوات بالنسبة للتعويض اشتراح لكم دلوقتي والرفل بوتوم يعني معناها زر الرفل تمام نيجي نشوف السعر طبعا متاع الخدمة شوف بقى معاك 3 تشهور بتاع مررفل تمام وسعر الخدمة ايه دولار و 74 سنت تمام مينمم 15 يعني اقل كمية 15 ماكسيمم كام 100.000 انت معاك دلوقتي خدمة 3 شهور مش معنا المينمم 15 يعني زي ما قلت قبل كده اا قل كمية بدولار و 74 لا ده معناها ان الالف بدولار و 74 زي ما انا شرحت قبل كده ومعاك كام 3 شهور تعمل تعويض ليهم يعني خدمة مش موجودة وسعر مش موجود وسعر رخيص جدا 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 يعني انا صراحة انا فضله تمام منيجي مثلا دي بالنسبة للخدمة ديا زي ما شرحت لكم قلت لكم بتعويض ندخل مثلا على الخدمة 2314 بداية فورية HQ يعني High Quality يعني جودة عالية HQ يعني يعني جودة عالية جودة عالية في الأكوانتات يعني المكسي بتاع الخدمة كام 75.000 السرعة اليومية من 2000 ل4000 يعني زي ما قلت برضو فوق هيوصلك من 3000 لعشرة لا دي هيوصلك من 2000 ل4000 ومعاك كم يوم رفل 60 يوم يعني مدة شهرين تمام و رفل بودم يعني تقدر تضغط على زر رفل نجي نشوف الوصف بتاعه كتب لك instant start 0-15 يعني بدأة فورية من 0-15 دقيقة وطبعا زي ما انا قلت من شوية السرعة اليومية اللي هي 24000 وطبعا التعويض 60 دقيقة يعني شهرين ونشرح تلوقتي اهل كمية واكتر كمية زي ما شرحت فوق برضو 20 وبردو 75000 تمام على الفكرة هنا برضو cancel button يعني انت لو احتاجت cancel order وهم فعل لك زر cancel بعد ما تطلب order لو وست cancel بتضغط عليه نجي نشوف بقى ايه حاجتين او 3 حاجات السعر وقال لكمية واكتر كمية زي ما احنا شوفنا فوق بالزبط كاتب لك هنا سعرها كام 2.16 دولار تمام قال لكمية 20 اكتر كمية 75 وزي ما انا قلت برضو مش معنى ان قال لكمية 20 يبقى اهتبها بكام بـ 2.16 سنت لا الـ 1000 بـ 2.16 سنت دي بالنسبة لـ 60 داية نجي نخش على الخدمة دي ألفين واحد واربعين برضو انستجران فولورز ريال اندبوت يعني حي وبوتات 20 يوم رفل خد بالك ان ديان ايه 20 يوم يعني مزال لفوق خد لبالك ان الخدمات الوصف بتاعها بيتغير وبتتغير يعني خد بالك ان كان فيه 1.9 يوم وفيه 1.60 يوم وفيه 1.20 يوم تمام اللي احنا نشرح فيها دولة 20 يوم معكم 20 يوم رفل يعني اول ماما مثلا اطلب الوردر يوم واحد هيبقى معاه من يوم واحد لحد يوم 20 في الشهر لو حصل اي نقص باي كمية تقدر ترجعه تمام وكتب لك في الشرح هنا البداية الفورية انستانت ستارت 1.15 دقيقة وقالي كمية 50 واكتر كمية 30 ألف وكتب لك طبعا مدة تعويض خدوا بالكم ديز رفل يعني مدة تعويض الايام 20 يوم والسرعة اليومية بتاع الخدمة خد بالك 200 ل400 في اليوم يعني ممكن يوصلك في يوم 200 وممكن 400 وممكن يوصلك دايما 200 في اليوم يعني كل يوم 200 يعني لو طلقت 1000 متابع هيوصلك على خمس ايام تمام حسب بالمتين معايا ركزوا في الكلام ده بنيجي نشوف السعر طبعا زي ما احنا شوفنا فوق كتب لك كام 2 دولار و 28 وقالي كمية 50 واكتر كمية 30 ألف زي ما احنا شوفنا برضو كمية 50 مش الـ 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 نشوف خدمة تانية برضو خد بقى احنا كده شهر احنا 99 وستين يوم رفل وعشرين يوم ونخش ده رقت على ايه تلاتين يوم رفل اللي هو مدة شهر اتنين تا 2313 برضو انستجرام اتشيكيو هايت كواليتي يعني جودة عالية السرع اليومية كتب لك هوا نشرح لك في الوصف ألف في اليوم وكتب لك باقي 30 ديزر فل يعني 30 يوم تعويض نشوف برضو السعر برضو في الاول والأقل كمية اكتر كمية السعر كام اتنين دولار و 34 أقل كمية عشرة اكتر كمية 75 مش معنى وزي ما انا قلت فوق مش معنى ان العشرة بتساوي اتنين دولار و 34 لا الالف ب 2 دولار و 34 تمام دي ان ايه مدة شهر كده احنا شرحنا كام اربعة تسعة وتسعين يوم رفل ستين يوم رفل اللي هي شهرين عشرين يوم رفل تلاتين يوم رفل شهر منيجي نشوف بقى خدمة تانية اخيرة في الخدمات تمام بالنسبة للانستجرام طبعا بالتعويض زي ما انا قلت لكم تلاتين و دي كتب لك ايه يعني برضو زي ما انا قلت جودة عالية 15 يوم رفل يعني معنى معاك من يوم واحد الى يوم 15 اي كمية طبع تقدر تعمل لها رفل وفي نقطة برضو بالنسبة للرفل هاشرحها لكم دلوقتي و كتب لك البداية كام ست ساعات يعني ما ينفعش تعمل الوردر لكيزوا في النقطة دي البداية ست ساعات يعني ما ينفعش اعمل الوردر وبعد دي ابعته لا لازم بعد ست ساعات لو الوردر ما بدأش ابعت الطلب للدعم الفني واكلمه انما قبل كده ما تبعتش الطلب لان هو شرح لك و كتب لك ست ساعات كتب لك اي بقى بعدها ديل سبيد يعني السرعة اليومية زي ما انا قلت في اللابي كده 3000 و 5000 يعني ممكن يوصلك في يوم 3000 و 5000 وممكن يوصلك كل يوم 3000 حسب الكمية طبعا انت هتطلب يعني لو طلبت 1000 فاكده يوصلك في نفس اليوم يعني و كت زي ما انا قلت برضو 15 دي زرفل يعني 15 يوم تعويض تقدر تعوض خلال 15 يوم تمام دي بالنسبة ايه للتعويض بتاع الانستجرام كده احنا اتكلمنا في نقطة الانستجرام بالنسبة لللايكات و المتابعين و بالنسبة للتعويض و شرحناهم و فصلناهم نيجي نتكلم بقى بنقطة ايه بالنسبة للطلبات في الرفيل اشرح حالكه طبعا بس ما جاء نطلب وردر يعني تمام نيجي بقى احنا خلصنا كده مثلا نخش خلصنا كده الانستجرام نخش على بسم الله اليوتيوب تمام نجي باليوتيوب طبعا زي ما نقول لكم الكاتوجري دي بقى طبعا انستجرام ستوري امبريجان دي لو انت عايز مشاهداء برضو برضو دي ان ايه تمانين خدمة رقم تمانين انستجرام ستورو فيوز اه ست تلاتين الف كتب لك ان السعر كام ب دولار المية تلاتين الف تمام زي ما انا شرحت فوق برضو قبل كده قلي كمية واكتر كمية والسعر احنا قلنا دلوقتي نخش على ايه اليوتيوب طبعا بما ان معظم المصريين دلوقتي مهتمين باليوتيوب فهنشرحه طبعا بتفاصيل اكتر دلوقتي ونشرحه لكم طبعا كل خدمة خدمة بالنسبة لمشاهدات وبالنسبة لساعات المشاهدة والسبسكرايب واللايكات وكل ده ما تقلوش كل ده هيتشرح نقوم بسرعة عشان ينوصل دلوقتي وصلنا لليوتيوب تمام تمام افاهمكم بقى نقوم بقى هنا افاهمكم بقى نقوم بقى هنا افاهمكم بقى نقوم بقى هنا ما اشرح لكم التويتر برضو بس خلاص اليوتيوب الاول افاهم عندك كتب لك في الكاتوجرات الزرق زي ما انقلت برضو في الكاتوجرات الفوق يوتيوب يعني مشاهدات يوتيوب تعويض مدى الحياة يعني لو حصل اي نقص معاك ريفل واللي هو تعويض برضو مدى الحياة انا استطر تعمل لها تعويض للكمية اللي وقعت في اي وقت انت عايزه لو وقع ناخد بقى ايه هناخد كذا خدمة كده ونشرحهم وبعد كده ننتقل على اللي بعده عندك ونشرح لكم برضو بالتفصيل وكل حاجة يعني زي اللي فوق بالظبط عندك خدمة 3943 يعني مشاهدات يوتيوب بسرعة بطيئة خد بالك هو كاتب لك ايه سرعة بطيئة تمام نشوف برضو السعر بتاعه وكده زي ما نورقه فوق 82 سنت يعني ما فيه السعر اقل من كده ورخص من كده وسعر كواس جدا 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 عندك المنمون 500 والمكسي كان 100 مليون لا زواني كده عشرة مليون تمام وكتب لك المكسب نشوف الوصف بتاعه وكتب لك الوصفة بداية فورية انستاند ستار طبعا يعني تعويض مدى الحياة بيديك بقى ايه اللي هات دقائق دقائق على الفيديو اللي انت هتحطه دقائق على الفيديو ايه ديئة واحدة يعني وكتب لك فيها ديئة واحدة دي بالنسبة لخدمة 3943 نستخدم خدمة مثلا نشوف خدمة تانية ناخد خدمة 392 انستاند يوتيوب فيوز يعني بداية فورية مشاهدات يوتيوب خبالك بقى ايه نخش بقى في دي كتب لك السرع اليومية والتعود بتاعها السرع اليومية كان 100k ل300k يعني معناها 100000 ل300000 في اليوم يعني ان انت طالب مثلا 200000 في مشاهدة هيوصلو لك في نفس اليوم 300000 في نفس اليوم مثلا طالب 600000 هيوصلو لك في يوم ايه كده حسب السرع وممكن يزود لك 100000 في يوم 300000 في يوم حسب الكمية انت هتطلبها طبعا لو انت هتطلب كميات قليلة هتكتمل بسرعة طبعا عشان السرعة اليومية بتاعتها عالية جدا ومديك تعويض معها مدى الحياة يعني تعويض مدى الحياة بدون وقوع يعني بدون نقص يعني نجي نشوف السعر طبعا دلوقتي احنا دخلنا السعر كتب لك ايه واحد وعشرة سنت يعني دولار وعشرة سنت قال لي كمية مية اكتر كمية زي اللي فوقها كام مية مليون عشرة مليون اعكز زي ما نشرح تابل كده مش معنى اللي كمية مية يعني معناها بدولار وعشر لا الالف اللي بدولار وعشر تماما نخش في الشرح بتاعها كتب لك ايه بدافة ورية نستنت ستارت مينم مية وماكس كام عشرة مليون زي ما نولت من شوية عشرة مليون وكتب لك بردو زي ما نلسه شرح بردو كتب لك في الوصف تثبيت مية لتلتمتة الف يعني السرعة اليومية مية لتلتمتة الف مشاهدة في اليوم وليف تايم جيري نيتد يعني تعويض مدى الحياة زي ما نقلت بردو دي بالنسبة لخدمة دي ناخد ايه خدمة سبعمية تسعة وتسعين يوتيوب يوز تثبيت خمسين الف بير دي يعني سرعة يومية خمسين الف في اليوم مشاهدة وكتب لك باقي الستارت طايم يعني البداية بتاع الطلب بتاعك من 4 ساعات لست ساعات يعني بردو ما ينفعش تكون لسه عاملوا الوردر وتروح تتكلم الدعم لا هيقول لك هو ما احنا كتبين لك وشرحين لك في الخدمة ان البداية من 4 ساعات لست ساعات يعني بعد ست ساعات تروح تتكلم الدعم وتقول لهم لو سماحت الوردر ما بدأش انا اطلب تسريع وانا هقول لك دلوقتي بردو تكلموا الدعم زي ما انا شرحت تمام لايف تايم جيرانيت كل ده اشرح لك في خطوات يعني بالنسبة للدعم وانك تضيف فولوس وكده لايف تايم جيرانيت يعني تعود مدى الحياة زي ما انا شرحت نشوف السعر دولار وتلاتين سنت مية عشرة مليون وزي ما انا قلت اه مش معنى المية المية اقل لي كمية تبقى بدولار وتلاتين لا الالف اللي بدولار وتلاتين نشوف الوصف تعويض مدى الحياة لايف تايم جيرانيت ستارت تايم يعني البداية اربع ساعات لست ساعات زي ما انا شرحت المشاهد خدوا بالك باب من دي فيوز ابديتد ان 12-14 ساعة يعني انت عملت اردر دلوقتي تمام هيقول لك ايه اردر تعمل كومبيليتد لازم ان تستنى 14 ساعة علشان المشاهدات تظهر ما ينفعش تروح تكلم بالدعم تقول لهم ايه انتو عملتول اردر كومبيليتد وما فيش مشاهدات وصلتني لا بعد ما الاردر يتعمل كومبيليتد اللي هو اكتمال يعني تستنى 14 ساعة لحد ما المشاهدات تظهر الريتنشان يعني الدقائية اللي هتوصلك على الفيديو تمام تلاتين ثانية يعني ممكن يوصلك تلاتين ثانية لتلات دقائق في الحدود دقيقة والسرعة اليومية طبعا كتب لك 50-100000 دي بالنسبة لخدمة 799 مشارحت لك كل حاجة فيها نشوف خدمة خدمة ايه خدمة 20309 تمام 20309 ايه نشرح الخدمة بتفصيل تمام لايف تايم رفل يعني تعويض تخدمة بلدك في فرق زي ما انا شرحت لكم رفل التعويض و رفل بدون تعويض جود فور رانكنج يعني معناها بترفع الفيديو بتاعك بتخليه ايه تخلي الفيديو يظهر في الشرش تمام 15 مليون والسعر طبعا دولار وخمسين دي بقى معناها ان ايه الالف بدولار وخمسين تمام عشان دي بقى طبعا فهم النقطة دي المية كتب لك بقى في الشرح ايه مية في المية يعني مية في المية ناس متفاعلين في المشاهدات على الفيديو بتاعك يعني الناس اللي هتشوف في الفيديو بتاعك ناس حقيقيين متفاعلين هيا يعمل لك ايه بقى؟ ممكن يديك مثلا كل واحد يشوف الفيديو يديك لايك يعمل لك دي لايك يشترك في القناة بتاعك كده يعني عشوائع يعني ممكن يديك مثلا دقيقة ثلاث دقيقة حسب الفيديو والبداية بتاعتها اخدوا بالكو هنتكلم برضو في البداية لازما مش بعدما تعمل تروح تابعته لأ لازما تستنى استطيع ساعة كما كاتب لك كده instant start one hour تمام يعني تستني ساعة بعد كده تروح تبعط الوردن لو ما بدأش stable views with lifetime refl يعني مشاهدات ثابتة ما بيحصل لاش drop ولو حصل drop بتروح تكلمهم تقولهم معمر ريفل الخدمة دي برفيل وتشيبش views يعني مشاهدات للصفحة 100% يعني 100% بتجي من traffic traffic source direct advertisement يعني مقالات worldwide views add non drop stop natural تمام يعني ما بتوعش views must be secret or unlisted يعني الفيديو ما يكونش لا خاص ولا محدد تمام وزي ما نتلكم منوم الف والماكسيم عشرة مليون دي بالنسبة اخدنا كزا خدمة ندخل بقى على خدمات ناخد الخدمة دي برضو عشان ايه هي وضلح لكم حاجة فيها دي بالنسبة للخدمات اللي هي الخدمات اللي انا شرحت ادرات دي بالنسبة للرفيل اللي انا وضحتها لكم بالتفصيل طبعا ناخد الخدمة الفين سبعمية ستة وخمسين يوتيوب views non drop generated speed متة الف يعني مشاهدات بتوعشي السرعة اليومية متة الف وزي ما هو كتب لك السعر بدولر ستة وخمسين اللي كمية الف اكتر كمية عشرة مليون اه تمام كده وبقى ناخد بقى الشرح بتاع الخدمة البداية فورية طبعا بيبدأ على طول ولو حصل اي تأخير بالكلام الدعم ووريكت كلام الدعم ازاي دلوقتي ومكتوب لك ايه non drop يعني مبتوعشي السرعة اليومية دي سبيد متة الف وماكس الليميتد يعني مش محددة خد بالك بقى من النقطة دي كويس only refill يعني معناها refill فقط يعني no partial no refund البرشل ده اللي هو ايه تعويض جزئي تمام يعني هو لو زواد لك الف وحصل دروب مثلا في خمسمية اه برشل خمسمية دي معناه ان ايه ان هو خد حق الخمسمية برجعلك حق الخمسمية اللي هو مضافهم لكش ركز برضه في النقطة دي ده برشل يعني تعويض جزئي no refund يعني مش هيرجعه خد بالك الخدمة دي مكتوب فعل refill يعني ماينفعش رح تقول له ابرشل order اعمل هولي تعويض جزئي او cancel ماينفعش refill تمام اه كده خلصنا بالنسبة لل refill ونخش ونخش بردو خدمات مشاهدات اه هاي ريتنشن اللي يبتد دايق ناخد اول خدمة الفين خمسمية وتسعة عشر انستانت ارطر ريتنشن يوتيوب فيوز عشرة لتلاتين دي اوتش طايم refill button enabled lifetime max 1 مليون speed 1-5000 في اليوم اشرحها بقى ايه جزء جزء يلا ركزوا معي يا شباب وكملوا الفيديو الاخر عشان تفهموا المواقع بالتفصيل اول حاجة كتب لك ايه بقى في الخدمة start time zero to six hours يعني صفر لست ساعات بقولك في العادة بتبدأ تمام فبردو ايه تستنى ست ساعات لو الorder ما بدأش بتروح تكلم ايه الدعم وهوارج تكلمه ازاي زي ما انا قلت وايه وتطلب منه انه هو يسرعلك الorder يعمل له speed up كتب لك باقي اللي هي السرع اليومية زي ما انا قلت في الشرح اللي قبل كده واحد لخمس تلاف في اليوم كتب لك high retention views تمام يعني دقيقة عالية مشاهدة عالية كتب لك عشر لتلاتين دقيقة وطش طايم وفي العادة بتجوالي خمس تاشر دقيقة لما اعلى من كده زائد يعني اعلى من كده يعني اعلى من خمس تاشر عشرين تلاتين زي ما او كتب لك كده وكتب لك مية في المية اه ناس حقيين اللي هي تمام تعويض مدى الحياة يعني تقدر تعمل لها رفل لما تضغط على الزر فيرو جود فور اربع تلاف ساعة يعني بقول لك الخدمة دي كويسة جدا لاربع تلاف ساعة يعني تقدر تعمل منها ايه خدمة ساعات على القناة بتاعتك فيرو هكتب لك لازم ان الفيديو بقى اخد بالك ثلاث ساعات الفيديو ثلاث ساعات كتب لك بقى نوت يعني ملاحظة بس لنك الفيديو ولازما يكون المفاعل على الفيديو واخد بالك بقى كتب لك ملاحظة مهمة الفيديو اللي انت هتحطه على الخدمة دي ولازما تقرأ الدسكريبشن مهم جدا اللي هو الوصف بتاع الخدمة زي ما هو موردك لشوفك اهون كتب لك رقم الخدمة بالوصف تحتها خد بالك بقى من الملاحظة مهمة اد فيديو زيان مئة وعشرين دقيقة يعني ضيف فيديو ازياد من مئة وعشرين دقيقة يعني ازياد من ساعتين ما ينفعش تضيف فيديو اقل من كده خالص لو هتضيف فيديو ازياد من كده كل ما يكون الفيديو اعلى في الدقيق كل ما تجيب لك احسن ودقيق احسن وتكون سابتة في القناة ما يحصل لهاش دروب لان لو فيديو اقل ممكن الساعات ما توصلكش كاملة ممكن توصلك بس يحصل لها دروب تمام واخد بالك ان هو كاتب لك برضو ايه مئة وعشرين دقيقة يعني ساعتين نيجي ندور على خدمة تانية نشوف خدمة تانية في الهاي ريتنشن برضو مثلا خدمة ايه تلات تلاف ستة وتسعين يوتيوب اي ريتنشن في اوارز اه عشرة خمس شرط ايه ريتنشن تلاتين ديز ريفل ماكس عشرة تلاف تمام كده استارت طايم اه كان زيرو لسلت الساعات يعني البداية من سفر لست ساعات والي ازبيت خمسمية السرعة خمسمية يعني هو سرعة خمسمية في اليوم بقول لك في بعض الاحيان بتكون اسرع من كده اللي هي والبي فستر اسرع من كده ما بتقع شي ومتديك في الهر في لمادى الحياة معدل الواتش تايم بتاعك بيكون عشر الخمس شر دقيقة واخد بالك برضو من دين ركز بس في النقطة ديا بتاع الفيديو اللي انت هتحطه الخدمة اللي انا لسه شرحها قبل كده كان الفيديو لازم ان يكون مية وعشر دقيقة يعني ساعتين تمام الخدمة دي انت بقى ايه يوز فيديو خمس شر مينة تو جيت زي اه عشرة خمس شر دقيقة يعني الفيديو انت هتحطه خمس شر دقيقة او اعلى كتب لك جنبها زائد يعني كل ما تحط فيديو اعلى كل ما هتجيبه ريتنشن احسن تمام كده شرحت لك خدمتين بالنسبة له هاي ريتنشن السيو دين بتعلى الرنك بتاعك في اليوتيوب بنشرح خدمة برضو منها تلات تلاف تسعمائة ستة وتلاتين ترافك سورس جوجل سيرش يعني الترافك كل مشاهدت بتاعتها بتجيب من جوجل والسرعة اليومية بتاعتها ستبيد وان اه الف الالفين وبتجيب لك ريتنشن عشوائي يعني عشوائي يعني يعني تعويض مدى الحياة زي ما انا شرحت قبل كده وزي ما نلسه قايل ترافك سورس جوجل سيرش يعني من باحث جوجل وبقى اخد بالك بقى من النقط دي بتحط اللينك بتاع الفيديو بتاعك بس وبالنسبة مسلا لو انت مش عارف تكره انجليزي انت ممكن هتروح جاي محدد الخدمة كده هتحددها كده تمام وتروح جاي واخدها كوبي وتروح على جوجل ترانسليتور والترجمها عشان تفهم الخدمة والشرح بتاعه تمام وكان زي ما نقولت برضو ريتنشن راندم وبقول لك الفيديو بقول لك الفيديو لونج كان جيت مور جود ريتنشن زي ما انا قلت كل ما كان الفيديو ساعته اعلى او دقيق بتاعته اعلى هتجيب لك ريتنشن احسن ولازم ان وملاحظة مهمة جدا ركزوا في النقطة دي لازم ان تقرأ الدسكريبشن بتاع الخدمة كويس جدا تمام دي بالنسبة الخدمة بقول لك ملاحظة ايه يعني كل من الوزر الناس يعني كام فوروم من جوجل يعني كلهم بيقوا من جوجل بعد الاحيان اقولوا في زم كلهم ما ينطسي ليس يكونوا كام فوروم زير ان يوتيوب يعني لايقتوا هاليوتيوب سوف نقوم بتاعويض بمعدل خمسة وثلاثين لسبعين فرمية من جوجل تمام تمام نشرح اليوتيوب فيوز دي بقى بالنسبة لديكهة كالتعويض مدى الحياة نضر التعويض في وقت دي نبقى ايه يوتيوب فيوز سيرتي دايز ريفيل اه نخش على الخدمة الف امتين اتنين وتمانين يوتيوب فيوز ماكس ومليون واحد مليون سيرتي داي ريفيل تخد بلك ان دي عن تلاتين يوم ريفيل يعني مدة شهر كامل بس ما لايش تعود بعد الشهر كتب لك المينوم خمسمية والماكس واحد مليون تلاتين دايز ريفيل يعني تلاتين يوم ريفيل وستارت طايم انستانت يعني بداية فورية وزبيد تلاتين الف كان بي تشينجد اف سيرفر از لودت يعني بقول لك يمكن انت تغير السرعة ازا كان السيرفر اه على كمية كبيرة او بطيء خمسة وعشرين خمسة وعشرين اه سكند اه خمس دقائق تمام ديا بيجيب لك من خمسة وعشرين ثانية لخمس دقائق بقول لك ايه بخد بلك بقى ان الخدمة دي مكتوبة ايه لازم عشان كده لازم ان بقول تقرى يعني كانت في خدمة قبل ما اكتوب اه تفعل بتاع الفيديو لالخدمة دي مكتوبة ايه تمام يعني ما اتفعلهوش بقول لك كيف يو سي اردر ماركت اس كومبيليتد باط فيوز نوت ابير جاست كليك اون لايك بوتون فيوز وال ابير وز سيرتي سكند يعني لو اردر اتعمل كومبيليتد كومبيليتد في الخدمة دي الخدمة دي خد بالك عشان كده بقول اقرأ بتروح ايه ضغط لايك على الفيديو وبتستنى حواليك تلاتين ثانية بتلاقي المشاهدات بدأت تظهر لك عشان متكلمش الدعم متروحش اتكلم الدعم وتقول لهم لا ما فيش مساعدات وصلتني لا انت بتضغط لايك وبعدها المشاهدات بتوصل لك نيجي بقى ايه انت بكت بالنسبة للتلاتين يوم ريفيل نيجي للنور ريفيل طبعا زي ما انتوا عارفين وزي ما انا شرحت دي من شوية اكيد طبعا تشوفتوا الفيديو شوفتوا الشرح اللي قابلي كده في الفيديو ده قال اه ان النور ريفيل بدون تعويض ملاش تعويض يعني خدمة دي مثلا هي خدمة واحدة عامة اه الفمية واثنين اه وبدأة فورية الستارت بتاعها يعني البداية بتاعتها ساعة والسرعة اليومية من عشرة الاف لخمستاشر الف وبقول لك كاتب لك بست سيرفز الماركت يعني احسن خدمة وبدأة فورية والماكسيمم خمستاشر في المية دروبرات مصطلي بقول لك معظمها بتبقى سبعة لتزع في المية يعني اه لو تزيد بتبقى خمستاشر في المية بيقع من اردر لو اه المعدل الرسمي بتاعها بيكون سبعة لتزع في المية نجح نشوف السعر طبعا زي ما اتنا شفنا في كل قبل كده السعر مسلا تمانين سنت عاملها عاملنا تمانين سنت الكمية اللحمر طبعا متين اكتر كمية كام مليون وزي ما نشرح قبل كده تمام تمام نخد ندخل كده بقى كده احنا شرحنا للمشاهدات دي بالنسبة نشوف حاجة برضو دي بقى اشرح لكم حاجة في الخدمات دي هنا في خدمة التارجت هنشرح خدمة مثلا نختار تمام كده لسه شغال نختار خدمة دي ايه جيبت دي تارجت دي معناه ان هو بيتارجت لك دولة مصر بس خدمة رقم كام 4030 خد بالك ان صفحة الخدمات بتعرف منها رقم الخدمة علشان ما تجي تطلب وهو هقولك دلوقتي ما تجي تطلب تعمل ايه انستانت يوتيوب يوز ايجيبت 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 يعني معناها بداية فورية مشاهدات يوتيوب بطارجت ايجيبت مشاهدين مصريين بس السرعة اليومية ممكن يديك 20 الف في اليوم او 200 الف وطبعا زي ما انا شرحت لكم يعني تعويض مدى الحياة يعني لو حصل لها دروب او نقص بتروح تكلم الدعم تقول لهم لو سمحت انا عايز اعمل تعويض للطلب ده علشان حصل فيه دروب اللي هو نقص نجي نشوف السعر طبعا السعر كتب لك دولار وثمانين سنت قال لي كمية الف يعني ال الف بالدولار وثمانين سنت اكتر كمية عشرة مليون نشوف الوصف بتاعها وزي ما انا قلت قبل كده وبكرر لازم ان تكرق الوصف بتاع الخدمة قبل ما تطلب دلوقت الوصف بداية فورية يعني لو الوردر ما تبدأش تروح تكلمت لهم مكتوب في الخدمة انه هي بداية فورية لو سمحت انا عايز اصرع الطلب بتاعي طبعا زي ما نلسى قايل السرعة اليومية عشرين الف المتين الف وننضروب يعني ما بتقعش يعني تعويض مدى الحياة دي بالنسبة للتارجت بقى فيوز يعني التارجت مشاهدات يبقى دولة معينة بس دلوقت هنخش على السبسكرايب واللايكات والساعات ناخدهم حاجة طبعا عشان ايه تفهموها خليكم تابعين معايا شباب علشان تفهموا بس الموقع شغل ازاي تمام ما في غدمة كتيرة تمام نتخلكم طبعين دلوقتي احنا هنتكلم ناخدهم حاجة حاجة ناخد با اول حاجة طبعا دلوقتي جاب لنا ايه يوتيوب فيوز باكيج خلي بالكو ندقي كاتوجري زي ما انا شرحت في اللي فوق يوتيوب فيوز باكيج اربع تلاف ساعة مشاهدة بالانجليز بردو يوتيوب فيوز باكيج اه 4K 4هاورز ووتش تايم يعني اربع تلاف ساعة مشاهدة هشترح لكم بقى الخدمات وركزوا معايا بقفل ووتش تايم عشان ايه? تشوفوا التقنيات بتاع ناخد خدمة 2880 يوتيوب ووتش تايم الف ساعة بسي واحد ساعة لساعتين ان الوردر يبدأ. والبداية بتاع الوردر 30 يوم رفايل. السعر 55 دولار و 20 سنت. الف ساعة بس. كتب لك ايبقى الف ساعة مشاهدة. وكتب لك ساعة او ازيد من ساعة. اخد بقى لك بقى يعني لو صاحب لو انت حطيت فيديو مثلا 40 ديئة كده الساعات مش هتوصلك كاملة علشان كده بقول لازم ان تقرأ الخدمة يعني لص بتاع الخدمة وتشوف يعني هدولات بقول لك ايه حط فيديو ساعة واكتر من ساعة علشان تاخد الالف ساعة كمليين بقول لك اي بقى خد بال عشان تفهم كاملة ملا بقول بقول لك الفيديو لنس اس لزان زي ما انا بقول الفيديو لنس لزان خمسة وخمسين ديئة 54 مينات باير مي جيت 7 ميل 8 مهار يعني مش ااخد الالف ساعة زي ما انا قلت لزما الفيديو يكون ساعة واكتر نشوف السعر. خمسة دولار زي ما انا قلت وعشرين سنت. الف ساعة. طبعا الكمية والماكسيمون منمم زي بعض لان الخدمة الف ساعة. هتديك الف ساعة بخمسة دولار وعشرين سنت يعني سرعة ارخص موقع وارخص اسعار. تمام كده يا شباب. ندخل على خدمة تانية. بس لازم نخلي لازم نتقروا الوصف بتاع الخدمة. تمام? خدمة ايه تلات تلاف تنمية تمانية واربعين. تلات تلاف ساعة. تمام? ساعة البداية ساعة لساعتين. وزي ما احنا قلنا تلاتين يوم رفل. السعر كام ستاشر وتمانين سنت. ستاشر دولار وتمانين سنت. بير كام تلات تلاف ساعة. يعني ستاشر دولار وتمانين سنت. حق تلات تلاف ساعة كاملية. نشوف اللي هو الوصف بتاعها. تلات تلاف ساعة وتش طايم سيرفيز فيديو لنس مست بي وان اوار اوار ابوب. يعني الفيديو لازم ان يكون ساعة او اكتر من ساعة ويفضل ان يكون اكتر من ساعة علشان تاخد الساعات بتاعتك كاملة. بقول لك كيبه? زي ما انا شرحت فوق. يعني لو صاحب لو صاحب الوردر حط فيديو اقل من الساعة يعني مسلا وحط اربعين دقيقة تلاتين دقيقة مش هياخد اه تلات تلاف ساعة كاملين. زي ما انا شرحت لازم ان تقرأ الوصف بتاع الخدمة والفيديو يكون ساعة واكتر. او بقول لك برضه هو شرح لك في الوصف بتاع الخدمة. لو الفيديو اقل من خمسة وخمسين دقيقة. الصاحب الطلب هياخد من عشرة لعشرين في المية. يعني هتاخد ساعات اقل مش هتاخد التلات تلاف ساعة كاملين. عشان كده لازم ان تقرأ الديسكريبشن. تمام شرحنا خدمات. نشوف برضو خدمات تانية. خلت بالك برضو لازم ان تقرأ الديسكريبشن لان خدمات الساعات الوصف بتاعها بيتغير. يعني مسلا في خدمة الخدمات الفوق نطالب منك مسلا فيديو ساعة. هنشوف دلوقتي خدمة طلبة فيديو ساعتين. وعلى نيفس كافيك نفس الف ساعة برضو. اربعتراف. عشرين. ويديووب tough time hours الف ساعة آآ�� فيديو тур هورز. يعني فيديو ساعتين. نركزوا في النقطة دي بقى. ركزوا في النقطة دي بقى. نشوف الشرح بتاع الخدمة اللي هو الوصف. you will get one k watch hawers in toud days. يعني معناها ايه? هتاخد الف ساعة في يومين. يعني لو انت عملت الطلب مثلا النهاردة. النهاردة يوم ايه? ستة وعشرين. لو عملت الطلب يوم ستة وعشرين. ما تروحش تكلم الدعم وتقول لهم لو سمحت انا لسه عمل الطلب وما في استعجاتني. لا هتستنى يومين اتنين وبعد يومين. تمانية اواربعين ساعة بالزبط. لو الساعات ما ده وصلت تطاقش بتروح تكلم الدعم وتقول لهم لو سمحت انا عمل الطلب ده. والساعات ما وصلتنيش. هم هيحلوه لك. وهورك تكلمهم برضو. نشوف بقى ايه الوصف بتاع الخدمة. زي ما ان احنا قلنا عشان ما الساعات توصل. ونمدة الرفيل لتلاتين دياز. واخد بالك بقى من النقطة دي جدا جدا. بقول لك. يعني الفيديو لازم ان يكون ساعتين. ما ينفعش تحط الفيديو اقل من ساعتين في الخدمة دي. خلي بالك ان الخدمة اللي انا شرحتها فوق كتساعة. لا الخدمة دي بقى ايه الساعتين. فنركز في الشرح بتاع الخدمة. وزي ما انا انا قلت لو انت مش عارف انجليزي. تاخد تنسخ الكلام وتروح على Google Translator. والترجم. بقول لك بقى ملاحظة. خلي بالك من ملاحظة دي. بقول لك. فأنا اماني. نقول جدا. كلا. لا تضع لي احضر زندة فيديو من ثلاثلات كل الهو. اذا انا احضر زندة فيديو من 3 بعد. إذا انا احضر زندة فيديو من المناسب لا تأكل من المنزي. من الوقت لا تحضر زندة الوقت. انا لا يذكر المنزيل ان نخص تعمل الطلب مش هينفع تروح تكلم تقولون انه سمحت تتكنسلولي او برشروه تمام لان هم شرح لك في الوصف بتاع الخدمة علشان كده ايه اول حاجة تمام ركزوا معايا بقى في النقط اللي انا قولها ديا الفيديو في الخدمة ديا لازم ان يكون ساعتين ماينفعش يكون اقل من ساعتين ولو اكتر من ساعتين يبقى كويس جدا عشان تاخد ساعتك كامل تاني حاجة الفيديو لازم ان يكون جديد مايجيش عليه اي مشاهدات خارجية لانه بقول لك اهو يعني لو جاء عليه مشاهدات من برة هتاخد ساعات اقل تمام فلازم ان يكون الفيديو لسه محطوط جديد عشان تطلب به ماينفعش تعط فيديو قديم الفيديو لازم ان يكون جديد تمام تالت حاجة ماينفعش تحعمل فيديو تحط order وبعدها تروح تكلم الدعم تقول له الخدمة دي مكتوف فيها ماينفعش تكانسل بعد ما تعمل order ماينفعش تكانسل تمام دي بالنسبة للخدمة دي دلوقتي ناخد خدمة اربعة تلاف اتنين وعشرين يوتيوب تسيري ساونزان ده هورز وتشيطايم بود فيديو دو هورز تمام نشوف السعر بتاع السعر بتاع كام دولار وخمسة من عشرة سنت واحد واحد دي معناها تلات تلاف تلات تلاف ساعة يعني باكت جي كاملة على بعضها دي عندوفع كاملة على بعضها نشوف ببقى ايه الشرح بتاع الخدمة اللي هو الوصف يقول لك يول جيت سري كي وتشيطايم هورز ان فور ديز يعني معناه لو انت زي ما شرحت لو انت طلبت الوردر في النهاردة ما ينفعش تروح تكلم الدعم تولون سرعوه لازمة نتستنى اربعة ايام وبعدها تكلم الدعم ولو حصل اي مشكلة نقص في في الطلب ايه معاك مدة تلاتين يوم من يوم طلب الوردر لحد التلاتين يوم ما يخلصوا بقول لك بقى ايه بليز يوز الفيديو طو هورز لينز يعني مدته ساعتين or more to order يعني تستخدم فيديو ساعتين او اكتر من ساعتين وزي ما انا شرحت while using our views don't at the same time use views from the reporters of if the video is receiving organic view you will not get enough watch time we are not responsible in this case يعني معناها ان لو الفيديو جاله مشاهدات من بره انت مش هتحصل على الساعات كاملة عشان كده بقول لازم ان الفيديو يكون جديد ومعلقاش اي مشاهدات ولازم ان الفيديو يكون ساعتين زي ما هو كتب لك في الوصف عشان كده لازم ان تقرأ الوصف كاتب لك برضو لو بعد ما تحط الطلب ما ينفعش تطلب منهم refund يعني اه ان كتكاتس الطلب او برشل انك تبقى تكنسله جزئي زي ما انا شرحت الجزئ قبل كده الجزئي معناها لو هو اضاف لك خمس لو انت طلب الف ساعة وو اضاف لك خمسمائة ساعة بياخد بيرجع لك حق الخمسمائة اللي هو موضف همشي وبياخد حق الخمسمائة اللي هو اضافه نيجي للخدمة دين خدمة ساعات الخدمة دين ايه تلات تلف ساعة برضو تمام الفين ثمانمية ستة تمانين تلات تلف ساعة خد بالك ان الخدمة دين بقى هي عشان بقول لازم ان تقرأ الوصف التاع الخدمة تشوفها تشوف سعرها اربعة و تلاتين دولار و خمسين سنت نشوف الوصف بقول لك انت هتخد الساعات بتاعتك تلات تلاف في سبع ايام مدة الرفيل هي التعويض تلاتين يوم بقول لك استخدم فيديو ساعة او اكتر خد بالك الخدمة دي مكتوبة ايه ساعة واكتر يعني ما نفعلش تحط الاقل من ساعة لازم يكون ساعة او اكتر من ساعة تمام و زي ما انا شرحت برضو يعني الفيديو لازم يكون جديد ما يكونش فيديو قديم لازم فيديو جديد ما يكونش علاقة مشاهدات من بره و طبعا بعد ما او كدب لك او برضو افتر اردر يو اس كانت ريفاوند برشار ريفاوند كانسل يعني ما نفعلش تروح تطلب منهم كانسل او ريفاوند تمام شان تبقى حرف النقطة دي تمام شاب هاب زي ما انا شرحت دلوقتي ما نخش ايه عالسبسكرايب انت عندك كذا خدمة سبسكرايب عندك كاتب لك نشرح الخدمة ديا اشرح خدمتين تمام خدمة USA سابسكرايب متابعين سابسكرايب امريكي متابعين سبسكرايب امريكي. وعندك ايه خدمة سبسكرايب. نختار ايه? الخدمة الفين خمسمية اتنين وعشري. يوتيوب يو اس اي سبسكرايب اتش كيو. زي ما انا شرحت اتش كيو يعني هاي كوالاتي يعني الجودة عالية. السرعة اليومية متين. ومعك تلاتين يوم تعود ليها. بيقول لك ايه يعني نحن بنوصب ايه? ليه بقى? لان الخدمة ديا اول حاجة ما بيحصل لاش دروب. تاني حاجة جودته عالية. تلات حاجة بتديك متين سبسكرايب في اليوم. تمام? ويوقس يعني حقيقي. كتب لك ايه بقى في الوصف? مينمم خمس خمسة سبسكرايب وماكس الفين. يعني اقل حاجة خمسة واكتر حاجة الفين. دولار در واحد. تمام? نشوف السعر. كتب لك ايه? الفين وخمسة. خمستاشر دولار وخمسة وتسعين شنة. خمستاشر دولار وخمسة وتسعين سنة ايه? حق الالف مش حق الخمسة. نخب بان خمسة شنة دولار وخمسة وتسعين حق الالف مش حق الخمسة. لذلك هم ما بيوصوا بيها لان الخدمة دي نشغلها كويس. تمام? وآآ جودة عالية وآآ سبسكرايب حقيقي يوسعي. نشوف مثلا الخدمة الفين تسعمية الفين متين وتسعين سبسكرايب يوتيوب انستان سيرتي ديري فيلز يعني تلاتين يوم تعويض. آآ تلات تلاف لخمس تلاف تمام? ستارت تايم بتاعها يعني خدمة سبسكرايب آآ مدة تعويض بتاعها تلاتين يوم السرعة اليومية تلات تلاف لخمس تلاف يعني ممكن يوصلك في يوم تلات تلاف ممكن خمس تلاف وممكن تفضل ماشي تلات تلاف. حسب يعني الطلب بتاعك من تطلوبه. البداية بقى ايه? البداية يا شباب بركزوا معايا. ست تلاتنشر ساعة يعني ما ينفعش تكون عامل وتروح تكلم دعم تقوله وصرعه. لأ. ده زمن تستنى اتنشر ساعة. بعد كده ايه? تروح تكلمه. الرفيل آآ زي ما انا قلت تلاتين يوم والسرعة اليومية برضو تلات تلاف لخمس تلاف ولس شريحة. قولك ايه? يعني الدروب بتاعها ايه? نركز بقى في اللي جاي. الدروب اوفر تين في المية. يعني عشرة في المية. يعني لو وقع اكتر من حجرة في المية هيحصل لها رفيل اوتوماتيكي. انا طالب دلوقتي كام? الفسابسكراي. وقع منها كان خمسين. ما ينفعش راح اقول لي. ما ينفعش راح اكلم الدعم وقول لهم اعمل رفيل نوع منها خمسين. لا هيقوله لك احنا كتبين في الوصف. لو وقع اكتر من عشرة في المية هيحصل لها رفيل. فايه عشرة في المية اللي هما كان مية سبسكرايب. فما ينفعش يقع مسلا خمسين سبسكرايب عشرين سبسكرايب وروح تقول له تكلمهم تقول لهم ايه اعملوا رفيل. لأ لازم ايه يقع عشرة في المية زي ما هما كتبين. تمام? وزي ما بقول لكم خدمة اليو اس اي دي ان يعتبر انها برشحة يعني لانها خدمة كويسة جدا. وهي كوالتي وبالجودة بتاتها حلوية. والخدمة دي بردو كويسة وشغالة يعني جميلة. تمام? طبعا اليوتيوب واللايكس والديسلايك. انا اخد خدمة مسلا واحدة برفيل واحدة بضر رفيل ونشرحه. عندك تلات راف تسعمية خمسة وخمسين. انا استنطي يوتيوب لايكس اه ماكس اه خمسين الف نور رفيل. يعني خدمة يوتيوب لايكات الماكس بتاع خمسين الف وبدون تعويض يعني نور رفيل. نركز بدون تعويض نور رفيل يعني. مفاش تطلب قردر عليها ويقع وتروح تقول لهم اعملوا لتعويض. لا. اقول لك الخدمة دي بدون رفيل واحنا كتبين فيها ان هي بدون تعويض. وزي ما هما شرحان لك في الوصف اه من امام عشرين الماكس خمسين اه بدور نتعويض. يعني بداية فورية. وضرب بقليل. نشوف السعر برضو زي ما احنا شارعنا بتشوف السعر ازاي. عشرين نعل حاجة خمسين الف اه بدولار وتلاتين. يعني الالف بدولار وتلاتين. نشوف واحدة بقى ايه برفيل. الفين سبعمية وخمسين. يوتيوب آآ تلاتين يوم رفيل. خمستاش ماكس خمستشر الف آآ ديال سبيد متين. مش رحة واحدة. قل لك اه آآ يوتيوب لايكس لايكات يوتيوب. تلاتين يوم تعويض. تلاتين يوم رفيل يعني تلاتين يوم تعويض. الريفيل يعني تعويض تاني. ماكس خمستاشر الف يعني اكتر حاجة تقدر تطلبها على الخدمة دي و 15000. السرعة اليومية بقى ايه? 200 في اليوم. يعني لو انا مسلا طالب 1000 لايك. اول يوم وصل لي 200 وبص لقيت الوردر ما وصل ليش الى 200. ما ينفعش اروح اكلم ادهم وقول له لا الوردر مش شغال ده وصل لي 200 بس. لا يقول لك احنا كتبين في الوصف بتاع الخدمة ان كل يوم هيوصلك 200. يعني السرعة اليومية 200 في اليوم. يعني لو انت طالب اردر الف هيوصلك في خمسة ايام. تمام? كل يوم 200. نشوف بقى الوصف بتاعها بقول لك لقل حاجة عشرين واكتر حاجة خمسة وشر الف زي ما انا لسه قيل. وتلاتين يوم تعويض صرت دي رفل ومية خمسمية. ونستاند ستارت 40 مينة. يعني بتبدأ بعد الاربعين دي اتشوف السعر. تلاتة دولار وسبعين سنت. قال لكمية طبعا عشرين واكتر كمية خمستاشر زي ما احنا قلنا. والالف بتلاتة دولار وسبعين سنت. دلوقتي احنا شرحنا احنا في اللايقات. رفل ودل رفل وشرحنا السبسكرايب وساعات المشاهدة. واليوتيوب اه لايف تايم جرانيتد. تمام? والرفل وانه رفل التعويض وبدون تعويض والانستجرام لايكس والفولوورز التعويض وبدون تعويض. تمام كده? دلوقتي خلصنا بالنسبة للخدمات. دلوقتي بقى ايه? انا عايز اعمل طلب. تمام? او الاول ندخل على ايه? علشان تعمل طلب لازما يكون عندك رصيد في الموقع. انا اعمل ايه? هنشرح حاجة بقى. هنشرح حاجتين. اول حاجة. هنشرحها. ازاي تضيف فلوس ورصيد على الموقع. تاني حاجز عشان تكلم الدعم لو عايز تستفصل. تمام? انا زي ما انا ضغطت هتعطل الشرط دي. انا عايز اضيف رصيد على الموقع. تمام? بالنسبة لمصر في فودافون كاش. انا عايز اعرب فودافون كاش. عايز احاول رقم فودافون كاش. فانا هعمل ايه? تمام? دي بالنسبة لصفحة يعني اضافة اموال. دي جاب لك وسائل الدفع اهوان. هاشرحها دلوقتي بالتفصيل. دلوقتي هنتكلم بالنسبة ايه? للناس اللي هم مصر اللي عايزين يضيفوا فودافون كاش. انا عايز اضيفوا فودافون كاش. في ايه? فوشن هنا اسمه ايه تيكت. تيكت اللي هو ايه? الدعم الفني الصبورت. انا عايز اعرف رقم فودافون كاش انا حاول. انا اروح جايز اضغط على تيكت دي ايه? هتجيب لي ايه? نيو تيكت. تمام? هتفتح للصفحة دي. شايفين الصفحة دي. انا عايز مسلا اضيف فلوس. هضغط على على تيكت ايه? فعندك ثلاث حاجات. دي لو انت عامل طلب هتبعت رقم اللي هو الطلب بتاعك ومشكلته. دي ان بقى ايه? لو انا عايز اضيف رصيد اللي ايه فودافون كاش هضغط عليه. تمام? كده انا عايز بمنت. جاب لك ايه اوبشنات? جاب لك ايه? بيبال بيونير بيرفكت ماني وسترون يونيون بي تي سي اه كارانسي كاربون كارانسي. انت بقى ايه? طبعا ما فيش هنا فودافون كاش فهتعم هنا اوبشن ازر. يعني اول حاجة تضغط هنا. تتكب اللي هي ايه? دافا. ما فيش طبعا فودافون كاش هتضغط ازر. هتقول لهم ايه? لو سمحت. انا عايز اشحم الموقع فودافون كاش. تمام? وتعمل ايه? دلوقتي انا كتبته. بمنت. ازر. عشان طبعا نوصل فودافون كاش اه تكتبها. ده سمحت انا عايزش حان على الموقع فودافون كاش. بتعمل ايه? يعني ارسال اتكت. اعمل ارسال التكت دلوقتي. كده التكتت بعد. دلوقتي ايه? عشان تشوف التكت بتاعتك. هتضغط يور تكت. كتب لك ايه? كتب لك جايب للتيكت بتاعتي اهيا. لو انا عايز افتح التكت. ضغطت عليها. دلوقتي دي التكت بتاعتي. هستنى ايه? هستنى الدعم الحد ما يرد علي ويبعط للتفاصيل. دي انا عشان اتكلم الدعم. عملت لهم تكت بمنت. وعملت لهم ازهر وبسطة فصرت. تمام? نرجع تاني بقى. دلوقتي هنتكلم ايه? على وسائل الدفع متابعة على الموقع. هنضغط بقى على التلات شرط المربع اللي في التلات شرط دي هنضغط على ايات فانتس. جايب لك ايه? دي اللي هو اه البيتكوين يعني. وجايب لك ايه? خمسة ونشرح بقى كل حاجة. خمسة في المية بونس دولار. يعني بي تي سي اي 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 اتش التي سي يو اس دي كوين. دي معنى دو كلها عملات في اه بيتكوين. بيقول لك بقى في ان الالف دولار عليه خمسة في المية بونس. تمام? البيت ام دي طبعا وصيلة دفع عندية. وعندك اه بيرفكت ماني. اخد بالك ان البيتكوين بيتكوين بيتضاف اوتوماتيك. والبيرفكت ماني كاتب لك برضو. خمسة في المية بونس من الالف الالف دي بوتس. يعني الالف ودولار. يعني لو ضفت الف ودولار ادي خمسة في المية عليه. وبرفكت ماني نفس الشيء. اللي هو دي تبع البنوك الالكتروني. لو ضفت الف. ادي خمسة في المية. تمام? خمسة في المية برضو. دي برضو طبع بنوك الالكترونية. بالنسبة للبيتكوين. والبيتيام دي وسيلة دفع عندية بس ملاش بونس. دي انا بتكلم تمام? عشان الخمسة دول. عليهم خمسة في المية بونس. دلوقتي احنا شرحنا بيتكوين بيرفكت ماني. اه بيت ام. وهنشرح اللات الوب ماني والبير. الوب ماني عليه خمسة في المية بونس. من كام? من مية? من مية اه دولار. يعني لو بعت مية دولار هيدفول لخ خمسة في المية زيادة خمسة في المية بونس. عندك بقى باير كريدت كارت. بقول لك بقى هيدفلك اتنين في المية بونس على كل مية دولار. يعني لو بعت لهم اه باير انا بعت مية دولار باير. وما اتضاف ليش بونس. هيقول لك هييدفلك البونس اللي اتنين دولار. وباير اوتوماتيك. يعني ما بتحتاج ش اتكلم الدعم عشان يضف لك فروس. بيتضف اوتوماتيك. وبماني نفس نفس الحاجة اوتوماتيك برضو. وبرفكت ماني نفس الحاجة. والبيتكوين برضو. تمام? والبيتكوين بالنسبة لدفع الهندي زي ما انا قلت. تمام? هنشرح بقى بقية الخطوات. بالنسبة لبيبال طبعا مش هينفع في مصر لان الموقع كاتب ايه? كاتب لك هنا ببال. تمام? واذا عزت برضو تستفسر عن ببال بتتكلمه مع الدعم. وكاتب لك هنا برضو بيونير اولح وكتب لك الاكاونت. اسمي فانس فاستر جيميل دوتكم. وهيكتب لك اه في المائة بونس بيونير بمينة اف الف دولة. يعني لو بعدت الف دولة هيدف لك خامسة في المائة بونس. وهنا وسيلة دفع. كاتب لك خمسة في المائة بونس على الف دولار. يعني لو بعدت لهم الف دولر سكرل هيدفو لك خمسة في المية وكتب لك الايميل برضو بتاع الاسكرل هنا من صفحة ايه الات فاندس. info smm fans faster dot com وخمسة في المية بونس على الالف دولار. في هنا بيير زي ما نلسى شرحها اكتب لك بيير زقوته. يعني بيير اوتوماتيك. يعني مش تحتاج تكلم الدعم. ولو حصلت مشكلة والفلوس ما تضفدش ولا حاجة بتروح تكلم الدعم وبتبعت لهم المعاملة والترانزكشن اي دي اللي هو الرقم بتاعت المعاملة بتاعتك والايميل اللي انت باعت منه. وكمية الفلوس اللي انت باعتها. وبماني نفس شيء بيقول لك ايه بيمين توتو انابل زي ما انا قلت ايه اوتوماتيك. وزي ما انا قلت برضو خمت بتدوك بونس. تمام? والبتكوين برضو يعني يفعله لاي شخص اي واحد مثلا ان عايز يدفع بيتكوين هيخش يدفع بيتكوين. وهنا برضو سلت دفع كريت كارت. تمام? دي بالنسبة ايه الوسائل الدفع في الموقع. وهنشرح لكم بقى ايه? دلوقتي انت عايز تعمل اردر. هروح جايد داخل هنا ضغط على التلات شرط عامل ايه? نيو اردر. جابت للصفحة دي. نيو ارد. دلوقتي مسلا انا عايز اعمل اردر انستجرام. في هنا هنا كاتوجري هضغط عليه. جابت لي ايه? فيسبوك انستجرام برازين سيرفيز. دلوقتي عايز اعمل انستجرام بريفيل. هقعد بحس كده. تمام? لحد ما هلاقي ايه? خدمة انستجرام ايه. يعني انستجرام بتعويض. متابعين انستجرام بتعويض. اضغط عليها. ضغط عليها. جابت لي ايه? هتجيب لي بقى سيرفيز. في تحتها سيرفيز. السيرفيز ديا الكاتوجري بتحتوي على خدمات كتير. بضغط عليها بتجيب للسيرفيز. هضغط بقى على دين السيرفيز هتجيب لي كل الخدمات. يعني جابت لي كل الخدمات ايه. مسلا انا اختار الخدمة اللي انا اتكلمت عليها في الفيديو. انستجرام تسعة وتسعين دياز ريفيل. تسعة وتسعين يوم ريفيل اللي انا اتكلمت عليها معاكم. اه لو دروب خمسة العشرة في المية زي ما انا قلت. والسرعة اليومية تلات تلاف العشرة تلاف. و الف الف اربعة وسبعين برق الف. زي ما انا قلت لكم ورد. تمان? هضغط عليها. جايب لي ايه? السيرفيز دي. دي سكريبش. كتب لي انستارت زي ما انا قلت وكل حاجة. انت هنا ايه? مكتوب اللينك. هتروح جاي هضغط اللينك اللي بتاع الاكاونت. بس زي ما انا قلت. اللينك بتاع الاكاونت ما يكونش. الاكاونت بتاعك ما يكونش برايفت. لازم الاكاونت يكون بابلوك. هتضيف بقى اي لينك هنا. كالعادة. اللينك اللي انت عايش فيه يعني. تمام? وهنا الكمية. خد بالك بقى ايه? في حاجة مكتوبة هنا مينموم وماكسيموم زي ما انا شرحت في الخدمة في الفيديو. قلت المينموم بتاع الخدمة. يعني مسلا لو جيت كتبت ايه? خمسة. مش هينفع يطلب. هاجه اعمل صمت مش هينفع. لازم قال لها الخمستاشر. تمام? وجيب لي السعر. تمام? لو طلبت الف مثلا زي ما انا قلت الالف كام? الف متابع? اعمل كام زي ما انا شرحت. دولار واربعة وسبعين سنت. وبعد كده هتعمل صمت اردر. تمام? قال لك ايه? انكوريكت لينك عشان طبعا همش حاطة لينك. تمام? دي النسبة للوردرات في الكاتوجري. انا عايز اعمل للوقتي اردر يوتيوب هضغط برضو ايه? كاتوجري اهيا هضغط هنا كاتوجري. ابحث فين عز اليوتيوب بريفيل. تمام? او ممكن نخلين دلوقتي ايه في التويتر الاول? تويتر فورورز. هنا. هروح جاي ضغط على ديان. جاب لي مسلا خدمة تويتر انستانت ريال تويتر فورورز. يعني بقول لك خدمة تويتر حقيقي. اه قال له دروب. الماكسس ستلاف تلاتين يوم ريفيل. بقول لك مستقى من اسم فانز فاستر. بقول لك يعني زر ريفيل الشغال. وباربعة دولار وطلاتاشر سنت للالف الواحد. هضغط عليها. طبعا في السيرفز بتجيب لك كل الخدمات التويتر فورورز. يعني دي كل الخدمات التويتر فورورز من الكاتوجري. تمام? ضغط على الجاب لك اتوصف بتاعها. بدأة فورية. السرعة اليومية مية وخمسين وربعمية. يعني ممكن يوصل لك مية خمسين في اليوم او ربعمية. في العادة بيوصل مية وخمسين. يعني مسلا ايه? انا اقول مية وخمسين. لو انت طالب اردر الف يعني كل يوم يوصل لك مية وخمسين. يعني ما ينفعش تكون عامل اردر الف وتروح تكلم الدعم بعد انت قلوه ان اردر بطيء مش شغل. اقول لك لا ده هو شغل حسب السرعة بتاعته. واقل كمية طبعا اه عشرة واكتر كمية ستة الاف. واقل والضرب بتاعه يعني معدل الضرب من خمسة لخمسين في المية. وتلاتين يوم تعويض. تمام? يعني مسلا اكتب هنا ايه? الف. زي ما هو قال لك باربعة دولار و تلاتاشر سنت. وتعمل سب مت اردر. طبعا عشان ما فيش رصيد وعشان مش حط لينك هنجيب له الكوريكت لينك. تمام? ومتن ايه زيرو بالانسة. وكاتب لك وراء اكاونت بالانسة زيرو بالانسة. عشان النسط مسجل اكاونت وما ضفتش في رصيد. تمام? دي بالنسبة ايه? للكاتوجري والترابط. اه هنخش مسلا عايز تعمل يوتيوب. يوتيوب نخللنا في الواتشتايم الاول كاتب اهي يعني اربعة الاف ساعة. هنخش عايزين بقى نجيب ايه? هنشوف الخدمة اللي احنا نطلب منها ونضار هنا. جايب لكل الخدمات يعني الخدمة مسلا زي الخدمة دي. احنا شرحنا الف ساعة والفيديو يكون ساعة. ويكون جديد لو الفيديو اقل من خمسة لو الفيديو اقل من ساعة هتاخد سبعمل تمنمية ودي شرحتها. والماكسيم الف والمنم الف. كتب لك الالف ساعة بكام بخمسة دولار وعشرين. عايز مسلا اربعة الاف ساعة نضغط على السيرفيز. ونجيب اربعة الاف ساعة في الخدمة. دي مسلا. قبلك هون اربعة الاف ساعة في اربعة ايام. يعني هتاخدها في اربعة ايام لازم ان نستنى اربعة ايام عشان توصلك الاربعة الاف ساعة. والفيديو يكون ساعة. ولازم ان تقرأ تمام? والفيديو يكون جديد. لازم ان الفيديو يكون جديد. ما ينفعش تحط فيديو قديم. يكون ساعة وتقرأ بتاع الخدمة. خطت كمية اربعة الالف. بكام تلاتة وعشرين دولار وعشرين سنت. تمام? دلوقتي انت عملت طلب. هتروح بقى اضغط على دين. عايز اكلم الدعم وقول لهم الطلب بتاعه متأخر وعايز اعمله تسريع للطلب. هروح اجاي اضغط هنا. ونعمل برضو تمام? هنا بقى بالنسبة للطلبات. دلوقتي ايه? اضغط على اوردر. هنا جاب لك الرفيل اللي هتعويض. لو انت عندك اردر اه تعويض تضغط على الرفيل. اوردر cancel هتضغط cancel. عايز تطلب منهم cancel وتضغط cancel. اوردر speed up عايز تسرع منهم تسرع الوردر. هتروح عمل speed up. وتكتب هنا مثل رقم الوردر. تمام? تكتب هنا واحد اتنين. طبعا انا بكتب كده انا اي رقم علشان ايه? انا عملتش اي طلبات. اقول لهم please. او مش شرط انجليزي. لو انت عارف انجليزي تكتب please. speed up. تمام? لو مش عارف انجليزي تكتبون. لو سمحت. ارجو. تسريع. الطلب. هتروح جاي اعمل ايه? submit. تمام? طبعا انا بعدت الطلب. عايز اجيبي التكتب اضغط على يور تكتب هنا. عايز افتح الكتب التكتب تفتح هاملين. تمام? انت عايز مثلا عايز تسألهم على خدمة معينة. بتعمل ايه? في عندك اردر. دي لطلبات بتاعتك. زي ما انا شرحتها. او عايز تدفع وتسأل على الفودافون كاش. بازر علشان ايه? عايز تسأل على خدمة مسلا. اقول لهم مسلا ايه? عايز اسألهم على خدمات اه تويتر. اقول لهم ما سمعت. اه اعايز استفسر على افضل خدمات. للتويتر. للتويتر. تمام? وتعمل لصب متكت. وهم ايه? والتيكت طبعا زي ما انت تفتحها من هنا. وهم الدعم ما يرد عليك. ودلوقتي احنا شرحنا موقع اس ام ام فانز فاستر. واشرحنا الخدمات بتاعه وازاي بتاعته. وازاي تقدر تضيف فلوس او تعمل طلب وازاي تطلب منه. وشرحنا خدمة الساعات واللايكات ومتابعين واليوتيوب مشاهدات والتارجت والتويتر كل حاجة. وبالنسبة للتواصل مع الدعم. برضو شرحناهم بتضغط هنا. والتيكت اللي هي الدعم الفني. لو انت عايز تعمل تبعت لهم الوردر بتاعك. طبعا هي معمورة هنا ايه. لو عايز الوردر رفل بتكتب لهم طلب الوردر هنا. والمشكلة بتاعتك في المسجي هنا. او عايز تضغط على الوردر دي. بتعمل تخلى لهم انا عايز اصرع هنا. لو عايز تضغط لهم رقم الوردر هنا. وتقول لهم من فضلك اه كانسل الطلب. ولو انت عايز بتضغط لو انت هتفعل لهم بسلا بقي وسيلة تانية هتفعل لهم تكتب لهم هنا تمام? والايميل اللي انت بعت منه والكمية. بعت لهم مسلا ايه حصلت مشكلة اعايز تبعط بتكلمهم هنا اقول لهم انا عايز ابعت لكم اعايز ابعت وستر انيون مسلا اعايز ابعت وستر انيون طبعا هتكتب لهم انت. هم هيبعت لك التفاصيل. حصلت مسلا مشكلة في والفلوس ما اضافتش اوتوماتيكي بتبعت لهم اللي هو ايه الرقم الحوالة بتاع بتاع البتكوين. تمام? وبقول لهم الفلوس ما اضافتش دلوقتي في الرصيد بتاعي. وهم هيضفوا لك وايكلموك. تمام? وزي ما انا شرحت عشان تعمل اه اردر. تمام? بتضغط على تضغط على دي اردر. عايز بقى تجيب اه الكاتوجري اللي انا قلت عليها بتاع خدمات الا انستجرام. تضغط هنا. انستجرام ايه ريفيل اللي هي بتاعويض. اه ده ابحس 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 ابحس. جاب لي انستجرام فولوور زي ريفيل انت جير نيت. واختر الخدمة لك زي ما انا قلت تسعة وتسعين يوم. في هنا ستين يوم. في عشرين يوم. في تلاتين يوم. وفي ايه خمستاشر يوم. تمام? كل موجود. تمام? وفي هنا ايه. بتوحط اللينكة طبعا. والكمية اللي انت عاوزها. وتروح جايز عامل سابمت للوردر. اضغط سابمت. طبعا عشان ايه انا مش حاجة لينك فجاب لي لينك يعني خطأ في اللينك. تمام? دي بالنسبة للموقع دي بالنسبة لو انت عايز تعمل جديد. تمام? وبالنسبة لعايز تكلم الدعمة من هنا. وطبعا زي ما انا شرحت في الخدمات لو عايزت عشان تعرف خدمات الموقع بتضغط هنا في تمام? وده انا شرحته في اول حاجة طبعا. دلوقتي. دي انبقى صفحة البداية لانه لو انت عايز تعمل ايه? طلبات. ودلوقتي شرحنا موقع اس ام ام فانس بسطر. ولكم جزيرة الشكر والرجاء. ازا لو حصلت معاك اي مشكلة. بتعمل ايه? زي ما انا شرحت. بتروح تكلم الدعم. كده احنا شرحنا موقع اس ام فانس بسطر. وكل التفاصيل عليه. وكل حاجة انتم محتاجين تفهموها. بالنسبة لانك تشحن من مصر طبعا انا شرحت لكم التيكت هتعملوها ازاي? وتكلم الدعم الفني. وبالنسبة لو انت عايز تعرف الخدمات اه وشرحت لكم التعويض وبدون تعويض والخدمات بالنسبة لمشاهدات. تمام? وهنا برضو زي ما انا زي ما قلنا هنا لو عايز تعمل طلب جديد لو عايز تضيف فلوس تعرف الوسائل الدفع البنية الالكترونية. وهنا لو عايز تكلم الدعم. تمام? نرجع هنا للصفحة الاساسية. وبكده نكون شرحنا الموقع. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.